كتير بتعاني من التهابات اللاثة وانحصار اللاثة والنذيف ورائحة الفم الكريهة وبتبقى عايزة تحضر مضمضات طبيعية في المنزل لعلاج المشاكل ديت أنا كنت نصحت بكتير من المضمضات الطبيعية وحضرنا لكتير من المضمضات الطبيعية والنهاردة هكلمكم على مضمضة طبيعية منزلية بسيطة جدا ورخيصة جدا ومتوفرة في كل بيت نقدر نمضمط بيها لعلاج مشاكل اللاثة هي عشبة الميرامية أو المرمرية زي ما فيه ناس كتير بتسميها أو المريمية أو السلمية لها أسامي كتير في معظم دولنا العربية ناس كتير بتسميها بأسامي مختلفة دي ليها ميزات مضادة للالتهاب أو أنتي انفلاماتوري وأنتي بكتيريا المضادة للبكتيريا غير إنها بتساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة وتراجع اللاثة ونزيف اللاثة هنقدر نستخدمها إزاي بالطريقة الصحيحة بنجيب كباية مية وبنحطها على النار لغاية لما تغلي وبنبتجي نحط فيها عشبة الميرامية بقدر كافي ونستنى لغاية مثلا خمس دقايق أو سبع دقايق لغاية لما تغلي كويس جدا وتنزل كل المحتويات اللي فيها وبعد كده بنصف فيها بالمصفة ونستنى لما المية المغلية دي تهدى خالص وتبقى فترة يا دوبك أقدر أمضمط بيها ببتجي أمضمط بالمغلي دوت 3 مرات في اليوم وكل مرة بمضمط فيها مش أمضمط بسرعة وأتف ولكن أسيب الفم يستفيد من المضمضة على الأقل أمضمط من دقيقة لدقيقتين بمضمط كويس جدا في كل الاتجاهات وبتف المضمضة دي فعالة جدا وناس كتير بتستخدمها من ضمن المضمضات الطبيعية المنزلية لعلاج مشاكل اللفة اتكلمت قبل كده عن مضمضات القرونفل، مضمضة الشاي الأحمر، مضمضة الشاي الأخضر، مضمضة النعناع، مضمضة إشر البرتقان اتكلمت على مضمضات كتيرة جدا طبيعية ومن أهمها مضمضة النهاردة هي مضمضة عشبة الميرامية أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وتجربوها فعلا وتقولولي رأيكم في التعليقات ولو في حد عنده أي استشارة طبية يكتبها لي في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية دعما منكم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعوم الفائدة مش هطول عليكم كانت معكم دكتورة إيريني أبادير من قناة دكتورة إيريني أبادير للاستشارات الطبية المجانية